وهلأ لحروح لمحطتنا التالية نور مثل ما بنعرف خلال شهر رمضان المبارك بتدخل النفس بحالة من الطمأنينة والهدوء والسلام ولكن ضمن ضغوط الحياة اليومية والمواقف اللي ممكن نتعرض له ممكن نشعر ببعض الاضطراب النفسي والقلاق أكيد سلمو يمكن كل أياتنا عمل مر بضغوطات يومية معيشية كيفينا نستثمر هاي الأيام الفضيلة كيفينا ضمن هاي الضغوطات اليومية يعني نعيش نلاقي مساحة خاصة إلا مساحة فيها شوية راحة وهدوء لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة سلام قاسم اختصاصية في علمنا أننا في السيسات صباحك رمضان كريم صباحك يا رب ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة سلام يعني خلينا بداية نحكي عن أبرز السلوكيات اللي هي ممكن داعم شعور الطمأنينة والهدوء مثل ما بنقول بشهر رمضان المبارك وخصوصا أنه الناس باللا شعور وقت تكون صايمة مثل ما بتقول ما حدا يحكي معي أنا صايم بتحس أنه هي إذا كانت ممكن تعصب بالأحوال العادية فهي مجبورة تضبط نفسها مشان تحافظ على الصيامة مثل ما بنقول فشو هي أبرز السلوكيات برأيك؟ هلأ بالحقيقة محاولة ضبط النفس هو حلم براود كتير من الناس بشكل عام وبشكل خاص خلال شهر رمضان ومحاولة ضبط النفس له آثار كتير إيجابية على الصحة بشكل عام وصحة نفسية كمان اللي له تأثير كتير كبير عليها ومثل ما ذكرتي بالبداية كمان له هو كتير فوائد إيجابية وتأثير على الصحة العامة من قلق واكتئاب وغيرها كونه بيساعد بالتخفيف من التوتر والاضطرابات النفسية لكن بالحقيقة في شي بيوقف بهذا الطريق ودائما أو غالبية ما رح نعمم أنه لما بتكوني عم تحكي مع شخص معين خصوصي إذا كان بدخين أو يعني مدمن دخان بشكل طبيعي يعني أو كتير يعني مثلا أنه مدمن فلما بنقطع بشهر رمضان هذا بيتجلى أنه عنده دائما بصير بيقولك لا تحكي معي أنا صائم يعني بصير مبرر للغضب والانفعال اللي بيكون عنده أنه هو بحالة الصم ولكن من السلوكيات الكتير مهمة أننا نحن العصبية الزائدة وأول مفرطة فينا نقول خلال شهر رمضان رغم أنه نحن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دائما ما طلعت منه إلا الأفعال والكلمات الطيبة والكلمات الحلوة فلما بتصدر الكلمات الغير لائقة أو الكلمات النابية اللي بتصدر عن الصائم خلال شهر رمضان هو طبعا هذا غير مبرر لأله بالعكس هو من مبتلات الصيام عفوا كمان عنا نحن من السلوكيات الكتير سيئة أنه الصائم بتلاقيه طبعا أنا معني عم عميم بأغلبية الوقت في منهم بيقعدوا بيقلوا أنا صائم أو أنا جوعان عطشان بيبرر يعني تلاقيه دائما بيحكي بموضوع الجوع والعطش كأنه هو يعني صايم للشخص يلي قدامه أنه هو مو صايم كعبادة لرب العالمين لحتى ياخد السواب النهائي من الصيام يلي هو الهدف منه هو ضبط النفس عن الشهوات وعن الملزات ومحاولة التحكم بالضغوطات فهو لما بيكون بهذه الحالة بيلغي الهدف الأساسي من الصيام لأنه ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب لأنه الامتناع عن الطعام والشراب هو اللي تحسني تضبطي نفسك عن الشهوات كمان عندنا كثير من السلوكيات السيئة يلي ممكن تلاحظها عند الأشخاص بشهر رمضان هو الكسل حالة الكسل أو أنه أنا ما بدي أشتغل لأني صايم أو كثير من لاحظ نحن عند ربات البيوت أو الصبايا خصوصي لما بيكونوا معطلين بتلاقيهم بيناموا لأبل أداني المغرب بعدين بيقوموا بيحضروا على السريع وصار رمضان بيقضوا بيقوموا بيسهروا بالليل من الفطور من الأفطار لحتى لسعور كمان هي من السلوكيات السيئة اللي نحن بلاحظها بشهر رمضان شهر رمضان هو شهر عبادة وتقرب إلى الله لأنه العبادة والتقرب إلى الله كمان بتعالج كتير من الاترابات النفسية والسلوكيات الخاطئة اللي ممكن تكون عند الإنسان كمان عندنا نحن بشهر رمضان بدل ما يتم بالعبادة بتلاقي دائما أنه قاعدين الناس قدام تلفزيون أو قدام مواقع التواصل بيبلشوا يحكوا على بعض بيبلشوا بيبعثوا بوستات شي بيأزي حدا شي بتلاقي بيزم بحدا يعني بينسوا تماما نحن أنه بشهر فضيل وهذا الشهر له ميزات كتير حلوة وإله روحانية وهي الروحانية بتعطي هدوء بتعطي شعور بالطبق نينة فلما نحن بنلغيه ما نشتغل بالعبادات اللي هي لازم نقوم فيها بشهر رمضان فبيروح الهدف الأساسي من الشهر لهو التقرب إلى الله تعالى عز وجل بالتالي يضبط النفس عن الشهوات والتحمل للصبر فلما بيكون الإنسان بحالة جوع ليس هل فقط برجع وبكرر وأنه الهدف هو الامتناع عن الطعام والشراب ونحن نبلج لما بتصير وجبة الإفطار ناكل بطريقة غير جيدة بطريقة مؤزية للجسد للجسد يلي هو له حق علينا نحن لازم ناكل بطريقة كتير معتدلة لازم نعرف كمية الطعام يلي بنناكلها ما يكون هذا الأفراط يلي كتير بالطعام لأنه كمان هو من العادات ومن السلوكيات السيئة يلي بتمر بشهر رمضان إضافة أنه في ناس خلال الشهر لحتى يعودوا نقص الطعام خلال النهار يعودوا بالليل يعني أنه كمان من وجبة الإفطار لوجبة السحور بيضلوا عم يأكلوا كل النهار دليل في ناس كتير بتقولك أنا سمنت بشهر رمضان سوموا تصحوا ولكن ليس الهدف أنه تصحوا أنكم تسمنوا لا أبدا تصحوا لأنه شهر رمضان هو بيخلي أعضاء الجسم بحالة راحة وهذه هي الراحة اللي بتكون لأعضاء الجسم هي اللي بتعطي شعور أنه الإنسان بيحسن يقاوم بيحسن يتغلب على الضغوطات بيحسن حتى على الأمراض لأنه بيكون هو صار عنده مناعة وعنده قوة جسدية بتترافق تماما مع القوة النفسية يلي بيكون الهدف مننا خلال شهر رمضان أنه يتغلب على المشاكل والاضطرابات يلي بيعاني منا سواء كانت سابقا أو خلال الشهر أستاذ سلام هذا الحكي كثير حلوة يعني كل الناس عم يتابعونا بس آلية تطبيقه يعني نحنا عم نعيش بزورة في نوعا ما قاسية اقتصاديا ومعايشيا والناس فعليا لأحوال العادية ما نمتحمل حالا فكيف فينا نعطيهم بعض الخطوات لنقدر نخفف الضغوطات النفسية على الجسم وعلى الشخص خلال شهر رمضان المبارك نستثمر الصيام مثل ما قلتي بحالة صحية جسدية ونفسية أكيد هالحاكي كثير حلو نحنا مو مجرد نعرف أنه نحنا بشهر رمضان ولازم نعصب وننفعل وكذا لنا هيدك تماما مرفوضة لأنه بتبطل الهدف من الصيام لحتى نحسن نتغلب أو نتغلب على العصبية اللي ممكن تكون عند البعض نتيجة موقف معين قد يكون بسيط جدا ما بيستاهل أنه نحنا نعصب أول شي لازم المسى يعد الإنسان هيك لحاله ويمكن لمخيلته يقول أنا ليش على الصبت إذا صار موقف سابق وبنفس الوقت يشوف السبب يلي أدى للعصبية يحاول يشوف الأسباب يلي عم بتصير غضبه ويباعد عننا يعني إذا كان ممكن أشخاص معينين مثلا الاحتكاك معهم ممكن يسبب له نوع من النرفزة نوع من عدم القدرة على ضبط النفس بإمكانه أنه يباعد عنهم يعني المهم كتير أنه يعرف السبب بالمقابل أنه لازم يكون هادئ بالتعامل مع المواقف اللي بتحيط فيه بالتعامل مع الأشخاص لأنه هو عم بيصوم لرب العالمين ما نو عم بيصوم لأي شخص معين حتى لما ممكن يشاهد أنه إنسان قدامه قد يكون مفتر لسبب ما قد يكون أنه السيام ما نقل له يعني مثلا أو من فئة تانية أو كذا كمان هون هي كتير نحن منلاحظة أنه بتصير إثارة لغضب الصائم لا أنت صائم مفروض تتقبل أي شي موجود حواليك قد تكون أنت ببلد غير مسلم فطبيعي أنه يتكون الأشخاص اللي حواليك هي ما نعم تطبق عداد السيام لأنه هي مانا مسلمة فطبعا هذا الشيء أنت ما فيك تفرضه عن الناس حتى لو كنت ضمن بلدك خليك بحالك فكر بنفسك خليك هادئ متوازن حاول أنك تعرف أنه كيف تطبط عصابك لما بيتم أي انفعال إضافة نحن أنه بالنسبة للصائم كمان على السهر السهر كتير هو ممكن يأثر عليه حاول تخففه من السهر نام بشكل طبيعي وفيه أعلى سحور ورجع نام يعني صحي بصير اضطراب بالنوم ولكن هي والتعود كتير مهم يعني الإنسان بتعود على أي شيء بجوز أول يومين ثلاثة كتير من الناس بنقول كلياتنا أنه راسي عم يجعني أو معم إحسن نام ولكن لما منبلش بعد ثلاث أربعة أيام بتلاقي الوضع صار طبيعي وحتى أنه مزبط حتى تعامله مع حالة الجوع أو العطش هي بتصير بشكل طبيعي لأنه بتأقلم الجسم عليها وبتعود كمان من الشغلات اللي ممكن نحن نوصي فيها أنه نتعامل بروية مع المواقف المثيرة كمان هذا الشهر هو شهر عمل ما نوشهر تقاعص عن العمل أو كسل يعني مو معناته إذا كنا برمضان لازم ما نشتغل بإتقان يعني هات إيدك والحقني كمان هذا غلط كتير لأنه من عمل عملا منكم فليتقنه الإنسان لازم يتقن عمله بأي شهر كان وشهر رمضان هو شهر فضيل بالعكس لازم يكون إتقانه ومثابرته على العمل بشكل جدي أكتر لحتى ياخد الثواب الأكبر لأنه الثواب عند رب العالمين هو ليس فقط أنه نحن نجوع ونعطش لا لازم يكون معاملتنا وأداءنا للآخرين تكون كتير مهمة هلأ كمان نحن بالنسبة لشهر رمضان شهر رمضان يعني كتير بيقضي أو بيعالج حالات كتير من الاضطرابات النفسية بيعالج التوتر بيعالج القلق كمان حتى في كتير دراسات نفسية أثبتت أنه علاج كتير مهم لمرضى الاكتئاب وكتير مهم كمان لحالات الإدمان كتير لأنه بيعوهد أنه الضبط بيعوهد هلأ قلبيك هاي على الصيام الواحد هو الحكي بظلمت شردة فهذا الشي كمان هو كتير مهم أنه بيخفف من هاي الاضطرابات حتى يعني أنه نسبة القلق بالعالم هي يعني تقريبا ستة أو عفوا الاكتئاب ستة بالمية يعني بما يتجاوز مثلا 350 مليون من جميع الفئات العمرية بالعالم فهي نسبة الاكتئاب يعني كبيرة فلما بيكون الإنسان بحالة صوم كمان بيخفف من الاكتئاب لأنه بيبعدك عن الشعور بالعزلة والوحدة صلاة الترويح لما بتعودها كمان بتخفف من حالة الرهاب الاجتماعي لأنه بيكون في عدد كتير كبير الإنسان بيحبسين يمارس تقوص العبادة قدام كتير أشخاص فكمان هذا بيخفف من هذا الشعور بالرهاب فهو بحقيقة علاج لكتير من الاضطرابات والأمراض النفسية أكيد هذا اللي كان بيسألك عنه أستاذ السلامي يعني اليوم أيضا المحيط وتأثير المحيط له دور الروح الإيجابية والروح الحلوة اللي بيكون موجودة بشهر رمضان المبارك كمان بتشجع الإنسان على الابتعاد عنه كتير من العدات السيئة ويمكن بتساعده على أنه يبلش ينمي شعور الصبر وقدرته على الصبر بالحياة سواء بالصوم سواء بالصبر على حل المشاكل هاي الأمور كلها ياتا قدي من خلال طبعا مشاهداتك اليومية والحالات اللي ممكن بتمري عليها قدي بتشوفي في ناس اتغيرت وساهم هذا الشهر الفضيل بتغير بعض العدات السلبية طيلة 30 يوم يعني هنا ما نون يوم أو يومين هنا 30 يوم فترة زمنية مهمة أكيد السيام له كتير تأثيرات إيجابية على الأشخاص سواء الصائمين أو غير الصائمين لأنه أنت عم تعطي صورة عن عبادتك صورة عن الصيام لما بيكون الإنسان هادي النفس قادر على ضبط الضغوط والإنفعالات قادر على أنه يعطي الخير يقدم بهذا الشهر الفضيل لأنه هو شهر بركة شهر كريم الناس بتلفي مع بعض المحبة مع بعض هذا كتير بيكون له آثار إيجابية سواء على نفسية الإنسان أو على الأشخاص المحيطين فيه لما الإنسان بيجي أي شعور أو أي توتر معين أو أي أفكار سلبية يعني أنا بنصح أنه يحاول يستبدلها تماما بفكرة إيجابية أنه نحن قد يكون يعني أنه معم يحسن يتحمل الجوع أو يكون مثلا شوب كتير يحاول أنه يغير الفكرة السلبية ويقول هي هلأ نحن صحيح أنا صايم والجو مثلا كتير شوب ولكن هي فترة معينة ورح تمضى يحاول يضبط نفسه يعطي أفكار إيجابية لما يعطي أفكار إيجابية بيتغلب عن هذا الشعور أما إذا كان قاعد كل الوقت وعم يحكي أنه شوب 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 حتى لو كان ما نم شوب رح يشوب ورح يشعر بالعطش يبعد عن الفكرة يلي عم تزعجه ويستبدل بفكرة أفضل أنه هي كمان بتساعد أنه يحسن يتغلب على مشقة الصيام خصوصي بشهر يعني هلأ بفترة الصيف لأنه بيكون صار العطش أكتر والجسم بحاجة للماء ولكن ضبط النفس عن الشهوات هي بيكون إلى فوائد روحانية هاي الفوائد الروحانية هي اللي بتخليه يتحمل الآلام أو لنقول يعني الشغلة الجسدية الآلام الجسدية اللي ممكن يشعر فيها من جوع أو عطش نتيجة الصيام فتهذيب النفس وضبط النفس وردع عن الشهوات هي بتعطي طاقة إيجابية كتير حلوة بتخفف آثار الضغوط النفسية يلي بيحسن يتغلب عليها الصائم أكيد بالختام نتشكرك الأستاذ سلام قاسم أخصائيا بيعلم النفس على وجودك معنا وننقلك مرة تانية رمضان كريم شكرا لكم ورمضان كريم على الجميع